اه عايز عايز اخد لعبد الحليم حافظ كمان لانه انت كمان دايما تعبر عن حبك لعبد الحليم حافظ وانت كلمت حتى عن الزكاء يعني. طبعا. اه انت قابلت عبد الحليم حافظ? كنت حظ هل ان قابلت طبعا. اربعة وسبعين. اه. لما جابني الاساس حسن الامام الى مصر. شافني في بيروت الملوات دايطل على مصر عطول لبيت الصباح. اه. ففعلا الله يرحمه جابني عملت معه فيلم اسمه كروان له شفايف. كان معي فننا سهير رمزي وسامير صبري. فريدة سفناء. كان مجموعة كبيرة. اه. بالفيلم اه. فجيت هنا مع مع الاستاذ حسن الامام وكان في اه شوف الزكرة دلوقت ان توفت زبايدة سروت من كم يوم الله يرحمها. فانا بعزي اهلها وبعزي جوزها اللي هو كان عامل حفلة عنده في البيت. الاستاذ المنتج صبحي فرحات. اه صبحي فرحات. اه صبحي فرحات. اه كان المنتج. وكان عامل حفلة في البيت. كان كلنا يعني انا جيت لقيت في ليلة واحدة اه استاذ. والكل فنانين مصر. اه. من بليغ لسلطان لفايزة لصباح. اه كلنا دخلت لقيت حلم قدامي ليلة. كده كل فنانين مصر في يوم واحد او في صهرة واحدة شفتهم. لكن كنت مستنى اشوف عبد الحليم. وانا جاي المطار. لقيت كده يفتط نبدي من الحكاية. الله يرحمه كان في صورة كده لبس البابيونة كده. وكان جمي محمد سلمان. وقال ان شاء الله يوم الايام بشوف صورتك كده متعلقة. اللي هو ابوي الروحي. المخرج محمد سلمان. اه. وفعلا جينا وسهرنا لك من لما دخل عبد الحليم استاذ وائل. دخل زعيم. زعيم. اه كلهم فنانين كبار كانوا موجودين. يعني كبار فنانين من مصر. لما دخل قال واصل حليم. اه هو السانون كده طويل بالطول كده. وقفوا. كانوا دخل زعيم. وهو كده نحيلي يعني جاي تعبان. اه. اصمراني داخل كده. وانا بقى عايز اشوف الفنان دي اللي شاغل الناس والعالم. هو ده اللي بشوفه في السينما حواجبه وشعره. اه. واحد يسلم مع كل واحد ويلغيه. يعني يا واقل ازايك اخبارك ايه فاكر يا واقل لما تقابلنا مش عارف فين. اه. واحد واحد. ودود مع الناس كده. واحد واحد. ام. لقيت ما وصل لي كده ومسكني من هنا. عمري ما انسى الحكاية دي. ام. قال لي انا شفتك في السين والفن. ام. واغنيتك حلوة امر الليل يا امري. انا طبعا ارتعشت انا قلت اي ممكن. اه ماش ممكن. شوف الزكاء كان بيشوف برامج الهوات ومين اللي بيطلع ومين اللي بيغني جديد. فعدت وغنيت قدامه بالعود. فكان يوم لان انسى في حياتي. ما تنساش هذا اليوم. ابدا. 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 بس اشوف الزكاء.